وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصباحي كتب من قبيل المسؤولية لن نصمت ولن تمر هذه الجرائم وعلى العالم أن يدرك مسؤوليته أيضا تجاه أكبر جرائم العصر وعلى الذين لا يزالون يساندون الطغيان بصمتهم وحيادهم عليهم أن يدركوا أن صمتهم جريمة وأن ما يجري هو تدمير لوطن كامل وليس لمدينة منسية يريدونها أن تسقط من الذاكرة تعز لن تقهر تعز قضية وطن أما الإعلامي الجمالي التلفزيوني علي صلاح أحمد فكتب على خلفية الحادثة الإجرامية من قبل ميليشيا الحوث والمخلوع بأرباشا مليون علامة استفهام واستنكار للبغاة المهوسين بمؤامراتهم وجنونهم لتنفيذ مخططات أسيادهم ألم تشبعوا بعد من استهداف الأبرياء؟ هل ارتاحت أنفسكم للأجساد الغضة المضرخة بدمائها على أرصفة شوارع المدينة؟ هل تعجبكم أيساد من تبعث بهم لقتل إخواتهم في المحافظات تنهشها الكلاب؟ ألم تكتفوا بعد من أعداد الأيتام والأرامل؟ متى ستعلمون أن اتخاذ المدن الآمنة ساحات للاغتتال جرائم حرب لا تغتفر؟ من جهته دان النشط الحقوقي علي هزازي رئيس منظمة سواسية للعدالة وطالب من منظمة اليونسيف خصوصا ومن كل المنظمات العاملة في مجال الحماية طالبهم بتوثيق ورصد هذه الانتهاكات وتقديمها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الدولية بينما طرح الحقوقي شوق القاضي تساؤلا ممزوجا بالألم والاستنكار بأي ويه سيلقى هؤلاء القتلة الله واليمنيين وتحت أي مبرر ومنطق يدافع عنهم أنصارهم وأهب الأكاديميات دكتور وديع العزعزي في منشورا على صفحته بالفيسبوك بكل المنظمات الحقوقية والقانونية والناشطين في تعز إلى توثيق تلك المجازر وبمعايير قانونية وحقوقية دولية وبما يسهم في إعداد ملف حقوقي متكامل عن مجازر تعز والانتهاكات التي حدثت فيها لتقديمه للمنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية كجرائم حرب موجيها للدكتور العزعزي رسالته لوزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية والمنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان أما الإعلامي سعيد ثابت مدير مكتب قناة الجزيرة باليمن نادى بالفصحة والإنجليزية لأحرار العالم أطفال مدينة تعز تقتلهم صواريخ ميليشيا الحوثي وصالح الإرهابية هل قتلت إنسانيتكم؟ لماذا السكوت عن الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء؟ أين حقوق الطفل في الحصول على الأمن والتعليم؟ أم أنها قوانين حبر على وراء؟ اشتركوا في القناة